السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة طوخ صحي العربي عيد مبارك سعيد والله يجي لأيامكم كلها عيد وفرحة وسلام مطمئنان لنا والجميع الأمة الإسلامية اليوم بإذن الله ستكون حصة عن حديقة منزل طفولة كيف تهدت هذا عنب عنب موسكا كيف نقول عنب أبيض نوع موسكا هذا كرمة أو شجرة التين تين الأبيض وللمعلومة فهذه الشجرة متزرعت كشجرة وإنما كانت تين مجفف يعني شريحة مجففة ومنها من وزان بعض من وزان مصدرها وهذه الشريحة هي اللي اعطيت هذا الشجرة هذا الشجرة تقريبا عمرها ما يقارب أكثر من 32 سنة هذا تين أو تين الأبيض وهذا تين الشوكي كيف يبقى لكم حجم الضرر اللي وصل ليه من بعد ما وصل له الفيروس أو هذك الحشرة أو الله أعلم ما شنو شنو هو كيف يبقى لكم حجم الضرر اللي لحق بها وللمعلومة وللإشارة هذا التين الشوكي كان الوالد أو أب ديالي اللي رحمه السعلي كان يبقى دائما يجيب لنا منه بعض الحبات لغاية شهر يناير يعني كتبقى تعطي الفواكه ديالي وكتبقى تنضج حتى لشهر يناير هذو الأشجار يلتين اللي زرعهم الأب ديالي من بعد ما انتقلنا من هاد السكن وفي هاد البلاصة كانت كلها أشجار أشجار أخرى ماشي كوروم وفي هاد المكان بالضبط هنا كانت الأم ديالي كتقوم هنا بالضبط هنا في كانت كتقوم بخبز الخبز على الفراح أو على الرداد الفراح ديالطين وكانت تضلل بالأشجار اللي كانت عندنا هنا وهدي كرمة أو تين شتوي اللي كيبدأ يعطي الغلة في شهر تسعة وكيف بالكم هذه القنينة المقطعة فهي اللي كيحط فيها العليق اللي هي حبات أو تمار تين الملقاحة اللي هي كتحول لأن التمار أنها توقع من الشجارة فضروري أنها تلقح كي تعطينا فواكه وفي نفس الوقت ما كتضيعش أي فاكهة وما كتوقعش الأزهار لأن كيف كنعرفو تين أو تمار تين فهي عبارة عن أزهار هي زهرة الكرمة وبالمناسبة بما أن هذه الأشجار فهي بدون مبيدات بدون أشجار أصلية بدون تغيير ويراتي فأخذت منها بعض الأوراق اللي سنقوم بتجفيفها وستهلاكها على طول السنة سأخذ من كل النوع بعض الأوراق بالنسبة للتين أوراق تين راها مفيدة جدا ممكن تقوموا بالبحث في الانترنت فتعطيكم مجموعة من الفوائد والفوائد را مركزة أكثر في الأوراق خاصة اللي عندهم اللي كيحبوا أنهم ينزلوا من الوزن مفيد جدا للجلد والعظام والدورة الدموية فهو ممتاز جدا يستهلك كشي هي أننا كنوضع الأوراق بنبع المتيبس أو هي طازجة اللي اخذتوها طازجة كتاخدوها وكدوها معاكم وتصبو عليها ورقة واحدة أو نصف ورقة ماء مغلي وتغطو عليها وتخلوها تطلق وتناولوها من بعد عشرة دقائق هذا الشاطو هذا هو المكان اللي كان كيربي فيه باب الحمام الله يرحمه ويسا عليه وهذاك النافذة هي اللي كانت المدخل للحمام والباب كان ندخله منه فقط لإعطاء أو وضع المأكل والمشرب للحمام ولا بغينا ناخده كذلك بعد طيور الحمام لتناولها هذا هو أشجر رمان كيف كيبالي كومرة الغلة أو التمار فيها قليلة جدا لأنها ما تسقاتش مع الحجر الصحي فما قمناش في زيارة البيت لمدة أكثر من أربع أشهر فبطبيعة الحال فهذه الفترة الباب الله يرحمه كان يقوم بحرته وكيزول الفروع لأنها كنسميه واحدة العملية كيدزبر يعني كنحيده هادك الفروع أو الجذوع اللي كتكون في الشجرة اللي سبق وعطات أوراق وتمار ضروري أنها تزول باش كنعطيه فرصة للشجرة فيما بعد أنها تعطي فروع جديدة أوراق جديدة وفي نفس الوقت طبيعة الحال غتعطينا تمار إلا ما قمناش بهذه العملية فأكيد كتكون ما كتعطيش الغلة نهائيا ولا كتعطيه بالعدد الحبات هاد الأول الفروع أو الجذوع اللي كيكونوا دي الشجرة اللي كنزبروهم هما اللي كانوا ناس زمان كيقوموا بتجفيفهم وكيخزنوهم في بيت الخزين الخاص بالوقيد وكذلك الحاطب هي اللي كانوا كيخزنوها اللي كيستعملوها في أيام الشتاء اللي كيطهوا بها الخبز والطهي على الفخار يعني كانت هي المؤن ديالهم سواء في الحاطب وبيت الخزين اللي معروف انه كيخزنو في الحبوب فواكه المجفافة وكل ما هو صالح لتخزين هادي كرمة أخرى من التين الأسود اللي لونه أسود فسبحان الله فسبحان الله كل واحد كل شجرة كل شجرتين في عندها نوع ونكهة وكذلك مدة زمنية في إعطاء المحصول هنا غادي نمر لشجرة العرعار شجرتين يعني هنا غا عندنا شجرتين وهذه الشجرتين عمرهم أكثر من 36 سنة شجرة العرعار أمام البيت كيف كتشاهدوا ما حبيت أني نصور لكم أمام البيت لأنه كان في وضعي يرتلها بعض الجيران الله يهديهم الحمد لله والشكر لله وهذه بعض الكورم أخرى هي تين الوالد أو باب الله يرحمه كان يحب جدا تين لأن الأصول منطقة تعتني بالتين تين الشوكية تين نيت وكذلك العنب هي منطقة دكالة هذا هو العرعار هذه تمار العرعار بالنسبة للعرعار فالأوراق تستهلك كمشروب يعني كناخدوا منها بعض الأوراق وكنعملوا انفزيون يعني كنكبوا ماء مغلي عليها كيميا قليلة فقط مفيدة لجهاز الهضمي ومفيدة كذلك لمرض السرطان وكذلك لجرتومة المعدة يعني كتافيوا فقط بكميا قليلة من أوراق كنكبوا عليها ماء مغلي كنغطيوا عليها دروري نغطيوا عليهم كنحفظوا الزيوت الطيارة كنحفظوا وخاصة اللي كتكون فيها نسبة عالية من الزيوت الطيارة كنخليوا عشر دقائق او حتى تصير دافئة ومن بعد كنت نناولوها مشروبة دائما تناولوها بعيدة على الوجبات ويفضل انها تكون مساء لانها كتها مهدئة للأعساب وكانت هذه الجولة البسيطة في الحديقة البيت وهذه الأوراق اللي خديتها من الحديقة البيت قمت بتجفيفها هنا تقريبا واحد وعشرين يوم اغسلتها نقطة اللي ضروري أني كنأكد عليها هي بالنسبة للأوراق أخوات بزاف كيقولوا بأنهم كيتسودوا أو كيكحالوا أو كيتحرقوا من بعد ما كيفغيوا يجفوهم السبب هو أنهم ضروري أنهم يتغسلوا في اليوم اللي قمتوا بقطفها فيه لأنها كتكون مازال طرية وممكن سهل أننا نتعاملوا معها فغسلوها جيدا وعندكم حرية الاختية يا إما كتعلقوها كيف شاهدتوا بخيط وكتنشفوها واللي ضروري مؤكد أنكم تنشفوها من البقايا الماء أو إذا علقتوها فعلقوها في مكان فيه مجرى هواء وما كيتعرضش نهائيا لأشعة الشمس لأن أشعة الشمس ما كتخليهاش تحافظ على لونها الأخضر وإذا كنتوا تقوموا بتجفيفها في آنية فخارية كيف عملت فضروري أنكم تجففوها جيدا يعني تبسوها من دي القطني حتى تمتص ديك الماء الفائد دي الماء اللي قصلنا به وكتبقوا تقلبوها بين الفين والأخرى في مجرى هواء ضروري مجرى هواء لعنب كذلك لأنه ما قمناش بزبره أو زولناش له الأعواد أو الدالية ما حيدناش لها الفروع اللي فيها فما كانش عندها يعني أوراق بجودة عالية فخديت فقط كمية قليلة كمية قليلة ونخذ منها أوراق طازجة ولكن اللي مضمون في هذه الأوراق أنها بيو بدون تغيير وراتي وبدون مبيدات فخديت منها كمية بسيطة فقط غسلتها في النفس اليوم غسلت هذه الأوراق كلها جففتها وكيف يقول لكم أن الأوراق اللي صغيرة راها كت كتنكامش على بعضها فجففتهم نشفتهم وحطيتهم في أواني فخارية وحطيتهم في مكان مظلم وفيه مجرى هوا هذه أوراق الرمان كذلك أخذتها من شجرة الرمان لأنها مكانش مسقية فأصلا الأوراق كانت مصفرة أصلا يعني وما جات فين تجف بالمرة فكبال لكم أن بعض الأوراق أصبحت صفراء بالمرة قمت بغسلها وهي في العود يعني ما زال ملتصقة في الجدع الشجرة وغسلتها جيدا ودخلوا حد الكائن صغير أعتذر وضروري أنكم تشاركوا أطفالكم في هذه الأشياء لأن هذه هي التي تربي الشخصية ديالهم والحب ديالهم لهذه الأشياء كيف قلت لكم كغسلتها كذلك في نفس اليوم ودائما ردوا البالي أن فيه شوك جدوع أو فروع الأشجر لديها الرمال فيها شوك صعب جدا فأنتم كتغسلوا حاولوا تغسلوها بفرشات وبعدوا أيديكم عليها وعلقوها كذلك ضروري تعلقوها في مكان مظلم وفي مجرى هواء حتى كتجف جيدا وكنزول من بعد الأوراق من الفروع وكن وضعها في آنية من خشب وكنخليها مازال تتعرض للهواء باش كتجف أكتر فائدة أننا كنزولوا الأوراق للأشجار كيبالكم هذه الأوراق الأشجار رها جديدة يعني زورنا قمنا بزيارة عائلية لعمي ومن عنده خديت أوراق أشجار زيتون كيبالكم أنها طازجة وكيبالكم أن فيها نظارة وحيوية علاج لأنها فروع وأوراق جديدة يعني مجرد ما كيف قال لي عمي أن مجرد ما كيسالي الموسم دي الزيتون يعني كيقطف الزيتون من الأشجار كيزول هذه الأوراق والفروع والجدوع اللي كيكونوا قدام كيقطعهم كلهم هذه العملية كنسميها زبير ومباشرة من بعدها كيبالكم أن في فصل الربيع كتعطي أوراق جديدة ونظرة وطازجة يعني ضروري هذه العملية وبخلاف إلا لاحظتوا أن الأشجار اللي كتكون في الشارع وما كيقوموش بزبرها فالأوراق ديالها كتكون غامقة وشاحبة وما فيهاش الحياة فهذه الطريقة رأها ممتازة وكتعطي محصول ضروري كي يكون محصول جيد في السنة المقبلة كنغسلها كيف ما هي وهي في أوراق كنغسلها كيف ما هي في اليوم اللي كنجيبها فيه كنغسلها جيدا كنستعمل فرشات وكنغسلها باتجاه المعاكس دائما كنغسلها جيدا ومن بعد كنجمعها بخيط في الحين يعني ما تتعطلوش اليوم فوق شابك ضروري أنكم تحزموها مباشرة ما تغسلوها كتحزموها جيدا سواء بقطعة من توب أو خيط مهم أنها ضروري أنها تتحزم وتتعلق لأن البقايا ديال الماء كلها كتقطر كتقطر وما كتكحالش نهائيا لا تسود بالمرة إن شاء الله من بعد ما تجف هذه الأوراق حتى هي في خلاف فواكه سنهائية ضروري أنها تغسل وتتشفف في مكان فمضروري أنها تجمعهم في فصل الشمس وفيما بعد ممكن أنكم تزولوا الأوراق من الجذوع أو الفرع وكتخزنوها في قنينات هذه هي طريقتي المتبعة في تجفيف الأوراق الأشجار صحية جدا ودائما ما تنسوش أن أوراق الزيتون بالنسبة لي عندهم ضغط منخفض في الأصل ضغط منخفض بحال حالتي أو الناس اللي عندهم ضغط مضبوط فما تجاوزوش أقصى حد سبع ورقات زيتون في إبريق شاي يعني في البردية الآتي ما تجاوزوش نهائيا سبعة أوراق من خمسة إلى سبع أوراق بالنسبة لي عندهم الضغط فممكن أنهم يوصلوا لعشرة الأوراق لما لا ولكن بالنسبة لي عندهم ضغط منخفض وضغط متوازن يعني مضبوط فمن الأحسن ما تكتروش الكيمية لأنه كيعمل هبوط حد في الضغط الدموي ووقعت لي أنا عدة مرات ندعوزو مباشرة لنوع آخر من تحضيرات الصيفية لهي بودور القاع الصيفي بودور القاع الصيفي هنا عندي تقريبا ثلاث أنواع من بودور اليقطين ليس اليقطين القرع الحمراء أو القاع الصيفي كان القرع الشوكية وكان القرع الرطيلية أو الحجية وكان نوع آخر من القرع في نواحي ذكالة منطقة الأربعة منطقة الأربعة في نواحي ذكالة وكان القرع الحمراء وكان القرع الحمراء الكابوية العائية الكبيرة هي هذه هذه بودورها نقوم بغسلها ضروري وكان نقوم بتجفيفها في أشعة الشمس جيدا بالنسبة للقرع أو بودور القرع إذا كانت كيمية كبيرة كان نجففها كلها تحت أشعة الشمس وكان نخزنها في أكياس من وارق وفي بعض الأحيان نقوم بتطحنها مباشرة لأن القرع الصيفي يكون متواجدة على طول السنة لأن القرع الحمراء تكون متواجدة على طول السنة بخلاف هذه البودور التي تشاهدها حالا وهي بودور الفواكه الصيفية لفيها الدلاح أو البتيخ أو الشمام وهي السويهلة وعلى حسب الدول كذلك لا تنسوش كل دولة تسميه الفواكه بمسيمياتها فهنا خليط هذه الثلاث أنواع من الفواكه الصيفية كان الدلاح والبتيخ كان الشمام كان السويهلة وكان البتيخ العائش أو البتيخ الأصفر هذو ثلاث أنواع نقوم بغسلها مباشرة يعني تأخذ البودور بعد تناول الفواكه نوضعها في إناء من ماء ونعزل منها الألياف التي تكون ملتصقة فيها البودور نغسلها جيدا ونوضعها في شابك حتى يزول فائد الماء ونوضعها في الشمس حتى تجف جيدا هذه البودور نخزنها إما نضيفها في سلو أو نضيفها نستعملها في الصلصات جدا تكون رائعة مزيج ديالها مع باقي البودور الأخرى مع دوار الشمس مع بودور الياقتين نضيفها كلهم نأخذ كمية من كل نوع ونقوم بطحنهم بقشورهم ضروري طحنهم بقشورهم لكي تسافدوا منهم أكثر ونضيفها في صلصات صلصات صلاطات في مخبوزات كيف قلت لكم في سلو الزميطة نضيفها بكمية قليلة ولكن هذه السنة ضفت بكمية وفيرة فيهم فائدة عالية جدا ولكن كنأكد بالنسبة للناس اللي عندهم مليدات عندهم كيعاني ومتوحد فيبعدوا على البودور بصفة نهائية هذه هي سلسلة تحضيرات في الصيف التخزين ومزارة نشارك معكم أشياء أخرى بإذن الله في المستقبل وأعتذر عن الغياب الطويل وعشر مبروكة وحاولوا تستغلوا الصيف في جمع هذه الأشياء لأنها في جميع الأحوال كتمشي لسلة المهملات من الأفضل أننا نخزنوها ونسالكوها على طول السنة ونطلقوا إن شاء الله رحمن الرحيم في فيديو جديد وعواشر مبروكة مرة أخرى وعيد مبارك سعيد والله يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء ونطلقوا إن شاء الله رحمن الرحيم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوش لكنتو كتزور القناة لأول مرة ما تنسوش اتراك بالقناة ونحن تفعيل جرس لهم ونساء اللي يشتركوا معنا فأهلا ومرحبا وشكرا دائما على دعوة لكم وعلى تعليقاتكم الأكثر من رائعة ومشجعة وخليتكم مراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا